النهاردة اليوم العلامي للصحة النفسية بيتم الاحتفال به يوم 10 أكتوبر ده لزيادة الوعي بقضايا الصحة النفسية وتعبئة الجهود من أجل دعم الصحة النفسية والحالة السنين الأخيرة كده شهدت تزايد في اهتمام بمفاهيم الصحة النفسية ما بقاش حتى فكرة الألاج النفسي مشكلة بعض الناس كانت بتخاف شوية أو بتتكسف إنها تلجأ لي أو تقول لكن معظم الناس كتير قوي دلوقتي فعلا بقيت حاجة في لايف ستايل حياته من هم بيلجأوا لللايف كوتش أو متخصص في الصحة النفسية علشان يبدأوا يشوفوا أي مشاكل النفسية تبدأ نعالجها من بدري وده بعلن زي ما بنقول إنه بقى فيه حرص كبير جدا من المؤسسات على إطلاق مبادرات لحماية النشأ وحماية صحتهم النفسية تفاصيل أكتر هنعرفها من المنوار المعلم في السوديو النهاردة دكتور نور أسامة استشاري تعديل السلوك وعضو المجلس القامل للطفولة والأمومة أهلا بك دكتور منوار صباح الخير عليك دكتور في البداية عايزين نعرف من حداك ليه تم اختيار يوم 10 أكتوبر تحديدا هو يوم العالمي للصحة النفسية طيب المنظمات الدولية بتختار يعني زي يوم الفتاة العالمي زي اليوم العالمي لجرائم الإرهاب أو ضحاء الإرهاب بيختاروا يوم بيكون فيه يوم مميز قضايا فكرة معينة زي الصحة النفسية للأطفال أو المراقين أو الأين تكن علشان خاطر يدل اليوم ده يدل على المفاهيم نفسه مش شرط يكون اليوم معين بس علشان خاطر كل شهر بيكون فيه يوم مميز يوم عالمي لشيء معين اختيار اليوم العالمي للصحة النفسية علشان التوعية للجماهير أو للعالم كله أن الصحة النفسية هي ليست خلو الإنسان من الأمراض النفسية لا هي أكبر من كده وأسمى من كده هو حالة من الرفاه النفسي الإنسان يكون قادر يواجه ضغوط الحياة ضغوط العمل الطفل والمراهق يعرف يتعامل مع صعوبات المذكرة يقدر يتعامل مع الامتحانات بدون علق بدون توتر حالة من السلام النفسي الرواقان يعني أن يكون رايق مثلا مهادي هادي بالمعنى النفسي لو نتكلم عليه هو شخص متزن نفسيا متزن نفسيا يعني محصن أو بقول دائما مضاد حاوي باخد جزء من المكروب هو محصن ضد تعرضه للأمراض النفسية أو ممكن أقول الترومة الأول الصدمات مثلا أو كده الصدمات علشان من خلالها هو هيكون محصن اللي هو ما يجلوش اضطراب وبناء على عليه بعد الاضطراب هيكون عضر مرض النفسي فلوه لو محصن من البداية ضد الصدمات عشان خاطر اللي فيه حاجات فيه بداية المراقة أو الطفولة المتأخرة لو جاءت روما والأهل ما خدوش بالهم هيطلع شخص ما عندوش تماما أي قد من الصحة النصية طيب ساعات بنقول أن بيت مريض اكتئاب ومش حاسين به يعني ممكن يكون عندي ابن مراقب بيعاني من الاكتئاب ما بحسش به ما بحسش أنه هو بتعمل عادي إزاي قدر الفروق البسيطة أنا قدر أقول أنا لازم أحاول أساعد ابني أو بنتي طيب فكرة أنه أنا أخد بالي من العلامات الممكن تظهر هي في حاجات إحنا دائما بنقول علامات لو ظهرت مع بعض إحنا عندنا مشكلة يعني لو ابني بدأت تظهر علامات عليه أنه هو بدأ يجيله سوء تغذية مع كوابيس أو هلا عليلي مع أنه هو يقيم الأكستريم تماماً يقيم يكون عنيف جداً وعضواني يقيم من عزالي وانطوائي تماماً بدأ يجيله سوء في التحصير الدراسي تشتت انتباه نقص في درجة التركيز خايف من المجملات حتى أقرب الناس لي مش عايزة تعمل مع حد حتى لو كان قريبه أو أخواته بدأ السلوكه يتغير بدأ يعيط فقوات غريبة بدأ يخاف من الضلمة الخوف بدأ يتوصل لأكتر من حاجة معاش عنده الرغبة ليه من حاجة التواصل أكتر من حاجة من حاجات دي ستوب كده أنا بدأت يبقى عندي مشكلة وخصوصاً إن بداية الصدمات قد تبدأ من الفطام أو صدمة في حياتك طبعاً صدمة الفطام لو إحنا في ناس كتير جداً الفطام بيبدأ نحط شطة في بقه نبدأ نزعق له فيبدأ عليها إسقاط نفسي يحط صباحة جوة بقه مدى الحياة كنوع من أنواع النشوز الدفاع عشان أزى والدته عشان أوقات الأطفال ما بيرضعه أنا ممكن أعد والدتي فالأم بتعني شوية الطفل فهو مش فاهم فهو بيبدأ يزى والدته لو ده ما عدتوش لو حصل وما عدتوش تأكدني إن إبني يحصلهم مشكلة طيب دكتور هل كتر التعرض للصدمات يديني زي أجسام مضادة كده أو مضاد حياة مثلاً كأن يواخد مضاد حياة وضد الصدمات فعرف أتعامل بعد كده ولا ده بيؤثر على صحة النفسية بيؤثر على الصحة النفسية ده بيخلق مننا مرضى نفسيين مننا لا مطلش مننا رأي حسناً ما حدش بيجيله فاجأة مرض نفسي هي لازم تجيله صدمة والصدمة يا إما كانت بسيطة حد ساعده يعني خلينا نقولي إحنا عندنا شخصية عامة وشخصية خاصة الشخصية العامة إحنا قديمها بعض بنتكلم في الحلقة ده الشخصية بتاعتي مش الشخصية الداخلية الخاصة بتاعتي الحقيقية بتاعت كونفرزون بتاعتي دينا متنكرة دلوقتي ده لأنا فهمتم من كلامك إن دينا متنكرة دلوقتي دي مش شخصية الحقيقية تقام الشخصية لازم كلنا طبعاً عندنا فيس تقام الشخصية عشان نعيش الحياة ودي مش كده مش كده عشان خاطر أنا بات أخيل إن أنا الشخص اللي عديت الصدمات النفسية ومش بتخيل إن الحادث اللي حصل أصر فيه طبعاً في العالم باطن ده لأنا كنت بقول خدايك عليه إن احنا ممكن يمر بأزمة كبيرة جداً تغيرنا 180 درجة تغير حياتنا وتغير نظرتنا للحياة ومن داخلية إن نكون نفسياً أي مشكلة صغيرة بتقدر تأثر فينا بشكل كبير على غير قبل كده إحنا كنا أقوى من كده بكتير لكن في مواقف معينة هشاشة نفسية كبيرة جداً ما بنحسش بيها بقى فبيجي لنا مشاعر لو كانت إيجابية هيبقى موضوع تحدي وعمل زي البنزين من أنت بتحركي ويعيش حياتك طيب لو كان سلبي بيعلي من الكورتزون فبتلاقي إنه مستوى الضغط النفسي بيزيد بس أنت بتعملي هولد بتعملي توقف بسيط لفترة ما فبيحصل لك حاجة سمع محلة احتلال المشاعر أنت بتحاول تبيني إن أنت شخصية كويسة بس مع الضغطات النفسية بيحصل لك احتلال المشاعر فرعال البطن بيسترجع على المشاعر السلبية حاجة يسمعها جي إل جي إل هي الحاجات الخاصة بمشاعر الحزن بتلاقي نفسك عندك تقلبات مزاجية عندك مزاج عصبي في بعض الأوقات بتلاقي نفسك عصبية مش عارفة لي أو انطوئية تماما مش عايزة تتعملي حاسة إن في مشاكل في النوم التفكير لا يتوقف فبيتحاولي اللي إنتي الإفيس بتاعك لا أنا كويسة بس ما زال أن الزكريات عاملة أفكار فالأفكار دي بتأثر حتى على الأعضاء الدخلات على الجسم هل يا ترد داع لشان كده بيقولك لما تتعرض لصدمة خد واجحها للآخر يعني ما تحاولش تعديها لأعيش في الصدمة وخد تفاصيلها كلها وعشان تقدر بعد كده ما تأثرش عليك ده حقيق؟ ده حقيق يعني أنا بقول مرحلة التروما لازم تفرغي مشاعرك عشان لو نفرغي مشاعرك قد يحدث لك مشاكل صحية رهيبة بس بعد تفريغ المشاعر أنت محتاجة برضو استشارة حد متخصص عشان خاطر بيعملك بريم ماب أو خريطة مخ جديدة حاجة اسمها الرسيد الزهني والالتجاه الزهني يبدأ يديك رسيد كرت التاني أنا ببدأ عايز أتكلم فلازم أشحن فلازم يديك معلومات جديدة في الشحن اللي رايح للمخ في العل الباطن عشان يغير المعلومات فيبدأ اتجاه الزهني اتجاهاتك تبدأ تختلف بس لو انت فرغت المشاعر دون اللي انت تحطي البريم ماب بتاعتك الجديدة فانت ما غيرتش المعلومات فانت برضو عملتي هولد فيتذكر المخ كل الزكريات الأليمة والمشاعر اللي انت عديت عليها طيب دكتور ايه علامات الصحة النفسية؟ علامات الصحة النفسية ان الشخص يعرف ينام القدر الكافي دون أرق يبقى التغذية معتدلة قادر يتعامل مع الناس قادر يتعامل مع الضغط النفسي انه لا ينتهي بس هو مضطر يتعامل معاه قادر يجازف مش عايز اقول يتهور بس قادر يجازف عشان خاطر من علامات ان انا عندي مشاكل في الصحة النفسية على الخوف المخاطرة او المخاطرة المحسوبة عشان الاشخاص اللي تعرضوا لمواقف سلبية بيخاف انه خاطر اعتقادا منه لا انا كده تمام او المخاطرة المحسوبة انا دوقتي طلع اتكلم عشر كلمات ده مخاطرة محسوبة امشي من هنا لحد هنا القولبة ان شخص لا يتغير انا خايف ان انا اخرج برق قولبة والشكل بتاعي ان انا معتاد عليه التشتت وعدم تحديد اولويات عدم قدرتي في الحياة على ان احط نظام وكمل عليه علشان هو بلا دافع فبلا دافع دي انا دايما بقول اسد وغزالة الاسد دايما عنده الدافع انه ما كانش غزالة هيموت من جوة وهو عارف ان الغزالة اسرع منه والغزالة عندها خوف خيالي ما عندهش قادر من الصحة النفسية فبتخاف خوف خيالي بتحط افكار ووهمية لم تحدث عشان كده بيعافي يستدع بالزبط سرعياتها بتجري في زجزاج سرعياتها بتقل فالاسد بيعرفي كل يعني الصحة النفسية بتاعتنا لو ما كانش القوية بتخالينا الاشخاص ضعفاء وبنستجيب اكتر لزي ما بقول نبقى فريسة بدل ما بنكون احنا الصياد بنكون الفريسة لأي حاجة في مجتمعنا اه طبعا يعني وخلينا اقول ان الصحة النفسية هي عبارة عن افكار والافكار دي بتبقى كلمات يعني انا عندي فكرة انا قدر النهاردة في الحلقة قدر اكلم كويس بتبقى كلمة فالكلمة دي بتديكي يا اما تحدي يا اما مشكلة فبيديكي صوتين دائما بيسموها في تعديل السلوك صوتها المعلق او صوت اللعب صوت المعلق هو المعلق اللي محبش لعب معين فيقعد ينقض هذا اللعب تماما فانت نفسك تدائم اللعب دائما اللعب تلومي نفسك او تفتكر الزكريات القليمة صوت اللعب زي الأسد اللي عنده تدافع والتحدي ان يحول كل مشكلة القلم اللي دافع ونقطة الضعف ونقطة قوة وانه هو يشوف ان المواقف اللي تتغير انما نحن احنا اللي بنتعامل مع المواقف عشان اللي ما عندهش قادر من الصحة النفسية بينتظر كحجة او اسقاط نفسي انه زوف تتغير انه لا تتغير الفكرة ان انا ازاي هتعامل معها واشوفها نوع من الواقع التحدي بتتكلم دلوقتي قلت عن اللعب والمعلق وطبعا احنا دائما لما بنينا نتكلم عن مطشط الكرة بي دائما يكون فيه معد نفسي موجود مع اللعبة هل انت شايف ان الشركات محتاجة حد متخصص نفسي مثلا يكون موجود للتعامل مع الموظفين او شايفين مشكلة مثلا عند موظف معين في اضطراب نفسي حتى لو كان بسيط عند موظف يبتدوا يتعاملوا معا انا شايفي دي مهم جدا عشان احنا عايشين يعني حتى في حول انسان انت لازم حقك في الصحة والصحة العقلية هي اللي بتأثر على الصحة البدنية وفيه تجارب كتيرة جدا سريعا ثلاثة يابانين دخل جوة تلاجة كان عايزين يشوفوا حاجة اسمها التأثير وهم الإيجابي وتخيلوا انهم حرانين بعد نصف ساعة بدأ يعرقوا فتحليل الطب النفسي اللي قدر وحيد اللي وصل المخ انا حران فالمخ اقتنع بحاجة غير حقيقية وصلت الغدد اشارات عصبية انا حران فبدأ يعرقوا فلازم دايما حد يقدر يعلمني تفريغ المشاعر وتفريغ الضغوط عشان دي حاجة السفر حياة ولازم يعلمني مصطلحاتي الجديدة في حياتي اللي انا لازم اعدي ازاي ازاي يبقى عندي انظابات في حياتي ازاي حط سيستم ازاي يبقى عندي انسجام كمان مع بيئة العمل او مع الزومة لا اه طبعا لازم يكون في انسجام مساطقة ده لازم نبدأ من النشأ يعني في المدارس كمان لازم نهتم بالصحة النفسية لأولادنا ويمكن ده تجاه الدولة المصرية لان احنا مش بنهتم بس بالشكل العام لكن الحالة النفسية لأولادنا دي مهمة جدا علشان بنخلق احنا بيبقى عندنا خلاص المجتمع اللي جاي بقى مجتمع صحي نفسيا وده اهم حاجة يعني طبعا المدارسية بداية جديدة الانسان هي بيتستهدف من اول سفر لحد الكبر فمن اول سفر دي احنا بنتكلم عنده عشر سنين تسعين في المية من القيمة اكتملت بنتكلم عندي عشرين سنة مية في المية من القيمة اكتملت فانا شايف ان دي البزرة اللي احنا مرزعها اطفال الصغيرين صحيح ياما نطلع شخص ساوي ياما نطلع شخص ما عندهش قادر كافي من الصحة النفسية احنا بنشكر حداك نورتنا شكرا ان جايزين عاودك معانا النهاردة دكتور نور اسامة استشاري تعديل السلوك وعضو المجلس القومي لطفولة والأمومة نورتنا وبشكرك على المعلومات المهمة جدا شكرا لك